مرحبا بكم أصدقائي مع ترجمة إيلان مسلسل الأسيرة وفي بداية الإيلان بعدما تم الزفاف لحيرة وأرهون على البحر بشكل بسيط جدا كما تتخيل حيرة وتمنته كانت حيرة بعد ذلك ترقص الرقص الشركسي لأرهون وفي هذه الأطناء كانت إيفا المجنونة سوف تموت من الحقد والغيرة والحسد لأنها علمت بأن أرهون وحيرة تم زفافهم وكانت تقول اللان لا أستطيع أن أفعل أي شيء وبعد ذلك أتى أرهون بحيرة إلى القصر وكان يقول لها أمام الباب أهلا بك في منزلك حيرة ذي مرهالي وكانت حيرة بعد ذلك تقول لها حتى الآن لا أستطيع التصديق نحن زوج وزوجة وبعدها كان أرهون يقول لعفيفا إنها زوجتي كل شيء لدي وكانت عفيفا تقول لها فعلت زفاف بالخدم كشهود ثم بعد ذلك كان أرهون يقول هذا ما تطلب الأمر وقد حصل وكانت عفيفا غضبة وكانت تريد أن تتحدث معه ونادتها أرهون ولكنه تركها وذهب وبعد ذلك سوف تقبل حيرة بيد عفيفا وسوف تتقبلها نوعا ما ولكن بعد ذلك سيكون أرهون وهيرة ذاهبا إلى مكان ما لأجل ربما شهر العسل أو شيء من هذا القبيل ولكن سوف يكون هناك حادث ولكن هذا الحادث سيكون بسيط وهو جرح أرهون على جبهذه مثلما شاركت معكم من قبل في تحليلاتي الصابقة لا تنسوا تجهي بلايك وشكرا لكم